أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية على بعد 2,250 كم عن طرطوس أصبحت تنقيب الآن روسياً في المياه الإقليمية لسوريا هذا هو التطور الخطير الذي أصبح اليوم واقعاً واضحاً ويغير كل خارطة الغاز خصوصاً بالنسبة للنادي المسمى نادي غاز شرق المتوسط من جهة وأيضاً بالنسبة للأنبيب الآن روسيا تعود بقوة أمام إقصاء سوريا وحالياً هناك إسرائيل، مصر، اليونان، قبرص البنية التي يلحق بها كل من دولة لبنان وأيضاً فلسطين خصوصاً أمام البروتوكول الناجز بينها بين السلطة الوطنية الفلسطينية وما بين القاهرة كل ذلك يعني أن هناك إقصاء لسوريا اليوم سوريا وروسيا في تنقيب جديد، في رؤية جديدة، رؤية طاقية جديدة لا أحد يعلم إلى أي حد سيكون الروس في سوريا وتركيا ضمن اللعبة، ضمن المعادلة الجديدة أولاً لسبب بسيط هو أن الأمر يتجسد بشكل مباشر في حركة Capital Limited من جهة وأيضاً Middle Emirates والإثنين East Middle Emirates والشركتان روسيتان تعملان على الاكتشاف اكتشاف البترول واكتشاف الغاز على حد سواء إذن هناك اتفاق بحدود 25% لأكثر من خمس سنوات هناك 48 شهراً وهناك دراسة لـ 48 شهراً هذا هو التطور الذي يجري اليوم خصوصاً أن الغاز والنفط أصبح بمثابة المواد الاستراتيجية للمنطقة خصوصاً أمام النادي غاز المتوسط وما بين رؤية أخرى رؤية ميد أيضاً لروسيا وسوريا على حد سواء إذن أصبحت المشكلة اليوم ليس بين تركيا وما بين اليونان ونادي غاز شرق المتوسط بما يشمل إسرائيل إنما أيضاً لدينا رقم آخر روسي سوري في المياه الإقليمية ومع الجرف القاري هنا يطرح السؤال روسيا في التطور الأخير وما بعد الشباك مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً لعبت بورقة الشرف القاري السوري حالياً لاستثمار فيه للغاز والنفط على حد سواء وهذا يعني مباشرةً أننا أمام ترتيبات أولها أن هناك رؤية هناك رؤية جديدة غير مسبوقة لا تستثني تركيا وحدها وإنما تستثني روسيا أيضاً من خلال السورية إذن العملية اليوم هو أن وزارة سورية هي التي أعطت التنقيب لصالح الشركتين الروسيتين لا يبقى الأمر عند هذا بل هناك أيضاً محاولة العمل على خمس سنوات اليوم في خمس سنوات لخمسين سنة المقاربة هنا هو أن الاستثمار الاقتصادي الروسي في سوريا أصبح بمثابة الداعم للتواجد الروسي العسكري في سوريا إذن العمليتان واحدتان العمليتان متطابقتان العمليتان تذهبان إلى هدف واحد هو أن الأمر اليوم سيكون لديه ما بعده بالتأكيد لأن سوريا اليوم اقتصادياً وعسكرياً كلها في غلاف روسي كامل ومجرد أن يكون الجورف القاري والدفاع الجورف القاري السوري من ضمن اختصاص روسيا فهو يشكل انذاراً بالنسبة لمن يؤمن بتدخل مثلاً المدمرات الأمريكية والعمل بالنسبة للشارة ديقول وغيرها والطيران كل ذلك يمس بشكل مباشر المياه الإقليمية السورية وعندما توضع الحدود الإقليمية والحدود البحرية والمياه الإقليمية بهذا الخصوص فإننا سنجد أن هناك توسعاً أمريكياً فكلما توسع الأمريكي في شمال سوريا ترابياً وباتجاه قاعدة فإن الروسي يتوسع باتجاه الجورف القاري السوري الذي وضعته موسكو وضعته في خانتها وانتهى هذا الموضوع بالنسبة للأمر الآخر الناجز أيضاً والذي سيصل بالأمور إلى ما بعدها أن روسيا اليوم ترد بشكل مختلف عما سبق فمنذ التصريحات الشديدة جداً للأي بي سي من طرف بايدن سنجد الرد الروسي في سوريا أول رد في سوريا كان بهذا القرار رد مباشر إلى أن المياه الإقليمية السورية هي للشركات الروسية وأيضاً لعمليات بشكل كامل قد تصل بالأجواء وأيضاً وهذا الأهم بحراً إذن المياه البحرية والأجواء كلها تحت السيطرة الروسية الآن فيه إقصاء بشكل كامل لأي تواجد بحري دولي في المياه الإقليمية السورية هذا الذي يرغب فيه اليوم بوتين بوتين الآن يسيطر ليس على قاعدة بحرية وإنما سيسيطر الآن على الساحل السوري من أقصاه إلى أقصاه وبمياه الإقليمية وبعمق لأن درجة الاستكشاف اليوم هي ألفين ومئتين وخمسين لكنها لا تحدد ليست هناك منطقة محددة ليس هناك أرقام طول وأرقام عرض هناك تفصيل هو في حدود المساحة فعندما نأخذ هذه الحدود فإننا سنذكر بشكل مباشر على أنها في جميع الاتجاهات فالفين ومئتين وخمسين كيلومتر في هذه المياه هي كلها تتجاوز بطبيعة الحال منطقة الاقتصادية الخالصة وهي اليوم تذهب أبعد من المنطقة الاقتصادية الخالصة كل ذلك لأن روسيا ترد بابتلاع المياه بشكل كامل المياه الإقليمية ستكون بمثابة حجر الأساسف الاستراتيجية الجديدة لدمشق هذه الخلاصة الأولى الخلاصة الثانية أن كلما تقدمت أمريكا ترابيا في شمال سوريا تقدم الروس في مياه سوريا وهنا يحدث أن هناك رد أمريكي على توسيع حميميم عندما توسع الروس من قاعدة حميميم اضطر الأمريكيون إلى التواجد في قاعدة وعندما توسعت القاعدة الأمريكية اضطر الروس أن يتعامل مع الجرف القاري السوري والدفاع عنه أمام كل نادي الغاز هنا يطرح السؤال كيف يمكن أن تواجه روسيا اليوم نادي غاز شرق المتوسط هنا يطرح السؤال أي استراتيجية لدى الأمريكيين بهذا الخصوص وكيف يمكن التعامل مع هذا الوضع خصوصا أمام ترسيم محتمل يمكن أن يدافع لأجله الروس باتجاه الجيران باتجاه الدول المجاورة وهذا لديه أكثر من رأي لذلك فالعملية كلها تسير باتجاه واحد أن العملية الإجرائية التي شنتها سوريا بواسطة الروس لا تخدم بأي حال تواجد البحرية في عملياتها الخاصة البحرية الفرنسية بعملياتها الخاصة والمؤكدة أكثر من 153 عملية على الأقل إلى حدود اللحظة منذ بداية الحرب الأهلية السورية وأيضا بالنسبة للأمريكيين كل ذلك يعطينا أفقا آخر أن الجرف القار السوري سيكون له ما بعده وأن هذه المعركة الطاقية التي يتأكد من خلالها أن هناك حقلا على بعد 2,250 كم لصالح السورية سيعطي أزمة جديدة في شرق المتوسط ستديرها روسيا بقسوة شديدة لأن بوتين الآن وبيدن أصبح على شفاح عراق شخصي وجيوسياسي قاس جدا في هذه المنطقة وهذا ما يتأكد يوما عن يوم خصوصا أمام الاستخدامات لبوسايدون وغيرها من أسلحة استراتيجية من تيو كل ذلك يعني أننا أمام أمام تكثيف السلاح تكثيف الذخيرة تكثيف التواجد وهذا سيعطي بالتأكيد أشياء أخرى لا نعرفها إلى الآن وهذا سيعطي تطورات جديدة بالتأكيد شكرا جزيلا وإلى اللقاء